اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للاجراءات واللوائح المعتمدة في هذا الخصوص نعقد اليوم مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد دراسات الإسلامية بحضور جميع الأعضاء وفي الواقع ناقش المجلس عدد من المواضيع المهمة وفي مقدمتها طبعا تطوير مخرجات الكلية وفي نفس الوقت تطوير البرامج التدريبية المطروحة بالإضافة إلى تزويد الطلبة الملتحقين بهذه الكلية بأفضل المهارات المتعلقة بالمكملات اللغوية وطبعا المكملات المهنية الخاصة بتخصصاتهم الدقيقة ناقش المجلس أيضا رؤية الكلية للمرحلة القادمة وتم للطلاع على طبعا مشروع المبنى الجديد للكلية الذي سوف يفتتح في القريب العاجل بإذنه تعالى وفي نفس الوقت طلاع على النتائج النهائية لأول فوج تخرج في هذا العام ويتم الآن الترتيب لإجراءات حفل التخرج طبعا المجلس وضع خطة مستدامة لاجتماعاته القادمة ويناقش تطوير عدد من البرامج الأكاديمية المطروحة وسوف يتستمر طبعا وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع الكلية في متابعة جميع المشاريع التطويرية والبرامج التطويرية ومخرجات الكلية على وجه السواء اجتمع اليوم مجلس مناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية لمناقشة كثير من الموضوعات ولكن المهم جدا عندنا أننا في هذا الاجتماع تمت المصادقة على تخريج الدفع الأولى لهذه الكلية التي نعتبرها من دعائم التطور التعليم الديني في البحرين تحت توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه ومباركة جميع الجهات البحرين لإنشاء هذه الكلية فاليوم نحن وصلنا إلى أن نقتطف أول ثمرة بعد أربع سنوات من الدراسة اليوم دار الحديث حول عدة بنود بقيادة سعر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة من أهم هذه البنود طبعا إقرار بعض اللجان السابقة وتعديلات فيها وقد أثر الأساتذة الكرام الدكاثرة والمشايخ ما أثروا من أحديث في هذه البنود